موجز الأخبار من المحور أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم افتتاح محطة عدل منصور المركزية والمرحالة الأولى لقطار كهرباء الخفيف السلام العاشر من رمضان العاصمة الإدارية وتعد محطة عدل منصور أكبر محطة في الشرق الأوسط وإفريقيا لخدمة نقل الركاب عبر متر الأنفاق والسكك الحديدية والقطار الكهربائية وتمثل نهاية الخطة السالس للمتر وبداية انطلاق القطار الكهربائي الواصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات حول محطة عدل منصور المركزية والذي أشار إلى أنه تم تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاعات النقلة التي صدق عليها الرئيس السيسي بتحويل وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى إلى وسائل نقل جماعي أغضر مستدام كهربائية صديقة للبيئة كما وجه الرئيس السيسي ببدء التشغيل التجريبي للمححلة الثالثة ألف من الخط السالس لمتر الأنفاق محطة صفاء حجازي بمنطقة الزمالك يستانف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حن في جبال جلساته العامة وعلى مدار سلسة أيام لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ويناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص زو الإعاقة قادرون باختلاف ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكية بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية استقبل وزير الخارجية سامح شكري أليكساندر شالنبيرج وزير خارجيات النمسا لعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين تأتي زيارة وزير خارجية النمسا إلى القاهرة في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين بلدين بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل استقبل سيد القصير وزير الزراعة وسصلاح الأراضي مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد لبحث المشاركة في فعليات يوم الزراعة والغزاء بقيمة المناخة المقرر لعضوها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل كما تناول اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وأكساد في مجالات التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات للتكيف مع مخاطر المناخ وأصناف من المحاصيل أكثر تحملا للظروف البيئية غير المواتية وأشار وزير الزراعة لأن تنظيم قمة للمناخ في مدينة السلام بشرم الشيخ يؤكد تقدير العالم لدور مصر على الساحة الدولية لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر وإفريقيا بسبب التغيرات المناخية يواجه فريق الإسماعيلي نظيره غزل المحلة في السادسة مساء على ملعب المقاولون العرب بنصف نهاية كأس رابطة الأندية المصرية بنسختها الأولى كما يلتقي فريق فيوتشار في التاسعة والنصف مساء نظيره إنبي على الساد القاهرة الدولية وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشار جلسة مع اللاعبين طالبهم كلا لها بالتركيز على تخطي فريق إمبي للاختراب خطوة كبيرة من تحقيق أول لخب في تاريخ النادي اشتركوا في القناة